يسمعنا ممكن يقول أنتم بتتكلموا على الأسكان الفاخر فين المواطن اللي عايزوا سكن بتكلفة معقولة؟ بعيداً بقى عن بشاير الخير وتطوير العشوائيات المواطن اللي هو الطبقة المتوسطة اللي ما قدرش يدفع الأرقام في الكمباونز الفاخرة دي فيه بورج العرب شوية ب700 ألف وب800 ألف بتخش مبادرة على 30 سنة فيه أسكان اجتماع يتعامل للشباب في المشارف وفي المشاريع اللي بيعملها لها انتصاريات جديدة أعتقد إنها هتغطي كتير من الفجوة اللي موجودة في السوق بس إن إحنا نرجع تاني إن يعيش في الشارع اللي 4 متر و20 دور مش هيحصل أقد إن الجيل اللي طالع اللي هاجر اسكندرية العائلات الكبيرة اللي أصلاها اسكندروني كلها هاجرت اسكندرية وراحت زايد وراحت الأكتوبر والكلام ده لأن هم متعودين يعيشوا في كوميونيتي معين بشكل معين النهاردة كفر عبدو العمرات الكبيرة اللي اتبنت لوسط الفيلال هدت تاريخ كفر عبدو النهاردة بقى اللي بيتبنى ده أعتقد إنه بيرجع تاريخ اسكندرية تاني